اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة درسنا عز وجل اليوم في الرياضيات للسنة الخامسة ابتداء الجيل الثاني بعنوان الكصور والاعداد العشرية الكصور والاعداد العشرية بعد ما طلعت على الدرس يظهر لي انه درس يحتاج شوية تركيز يحتاج شوية تركيز درس مهم هذا جدا ويحتاج الى تركيز بارك الله فيكم المهم الغاية من الدرس والهدف من الدرس انه تلميذ يتعلم كيف يستعمل اعداد عشرية والكصور ويمزج بينهما والعلاقة بينهما كيف يحول كصر الى عدد عشري عدد عشري الى كصر يجمع بينهما ويكون عدد هذا هو المهم كيف يكون علاقة بين كصر وعدد عشري في الحصول على عدد اخر المهم نبدأ باكتشف طول مضمار دائري مضمار دائري على شكل دائرة لالعاب القوى هو 600 متر في المرحلة الاولى من السباق بين امين ورائد وكمال عدنا ثلاث متسابقين امين رائد كمال تمكن امين من قطع واحد على ثلاثة طول المضمار بينما قطع رائد واحد على اربعة من طول المضمار وقطع كمال نصف طول المضمار السؤال احسب بالامتار طول المسافة التي قطعها كل متسابق ما هي المسافة بالمتر لما قطعه كل متسابق طيب احنا عدنا مضمار لاحظ مضمار دائري مضمار دائري جروا فيه اللاعبين هذا المضمار طوله ستة مئة احنا قلنا دائما التلميذ الوضعية لازم يتخيلها او يرسمها في مخطط يتخيلها او لا يرسمها في مخطط دائري هذا المسافة ستة مئة متر فالدورة الواحدة عندنا ثلاث متسابقين عندنا امين وعندنا رائد وعندنا كامال ثلاث متسابقين امين تمكن امين من قطع واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة اللي سميناها احنا كي قرينا الكوسور سميناها الثلث واحد من ثلاثة هي الثلث رائد قطع واحد على اربعة اللي هي الربع سميناها الربع كامال قطع نصف المضمار نصف المضمار معناه واحد على اثنين واحد على اثنين هي النصف دائما ثلث ربع النصف طيب طول المضمار ستمائة متر امين قطع واحد على ثلاثة ثلث من ستمائة ثلث تأع ستمائة معناه باش نعرف المسافة ستة مئة نقسمها على ثلاثة باش نعرف الثلثة ستة مئة ستة مئة تقسيم ثلاثة لما نقسمها على ثلاثة تعطيني مئتين مئتين ماذا؟ مئتين متر معناه آمين قطع مئتين متر من ستة مئة قطع مئتين من ستة مئة معناه الثلث الثلث تاع ستة مئة هو مئتين طيب رائد قطع الربع واحدة على ربعة معناه ستة مئة تقسيم أربعة ستة مئة تقسيم أربعة يعطينا مئة وخمسون مئة وخمسم ومئة وخمسون ثلاثمئة وثلاثمئةlando ٦ioèة مئة معناه الربع ربع واحد على أربعة ستة مئة هو 150 ماذا؟ مئة وخمسون متر قطع رائد 150 متر من 600 قطع 150 متر كمال قطع النصف وهو 1 على 2 هذه نجمه خرجها بسهولة طول المضمار 600 وكمال قطع النصف نصف 600 هو 300 معناه كمال قطع 300 متر ولا نقوله 1 على 2 معناه 600 نقسمه 300 متر قطع كمال 300 قطع 200 متر رائد قطع 150 وكمال قطع 300 متر طيب با مرحلة ثانية في المرحلة الثانية من السباق تمكن أمين من قطع مسافة 900 متر بينما قطع رائد 1500 متر سؤال أول عبر بعدد عشاري عن عدد الدوارات الموافقة الموافقة للمسافة التي قطعها أمين آه طيب هو قال لك أمين في المرحلة الثانية قطع 900 متر 900 متر وحنا عدنا باللي طول المضمار اشعال 600 600 معناه 600 شعال زيدوا لابة وليه 900 زيدوا لها 300 معناه قطع المضمار كامل دورة كاملة وزيد 300 300 اللي هي نصف دورة معناه قطع قطع دورة كاملة ونصف دورة صح؟ هذه عدد عشاري عدد عشاري 600 دورة كاملة 600 هي واحد ونصف دورة 600 نصف دورة هو صف فاصل خمسة معناه واحد فاصل خمسة العدد العشاري لعدد دورة المسافة التي قطعها أمين هو واحد ونصف واحد ونصف دورة كاملة ونصف دورة وهو واحد ونصف طيب عبر بعدد عشاري على عدد دورات الموافق للمسافة التي قطعها رائد رائد في الدورة في المرحلة الثانية شعال قطع 1500 آه لاحظ رائد قطع 1500 متر ونحن عدنا بالليطول المضمار 600 معناه قطع مضمار دورة ونبعد زاد دورة زوج دورات 12 وزاد شعال نزيد لزود 300 ونصف دورة 600 600 300 اللي هي 1500 متر معناه قطع دورة كاملة وزاد دورة كاملة ومع زاد نصف دورة اللي هي 300 600 600 و300 1500 متر زوج دورة ونصف هذا زوج دورة ونصف نعبرهم بعدد عشار اللي هي 2.5 دورة ونصف وحد ونصف ونزيد لها دورة 2 ولي 2.5 معناه 2.5 العدد العشار اللي رائد هو 2.5 طيب الآن نروح الانجز انجز اكتب كل كسر على شكل عدد بالفاصلة كسر نحول الى عدد عشار طيب احنا شفنا سابقا في الايام السابقة كيفاش نحول كسر الى عدد عشار كيكون مقام متاعه عشار ومئة او الف مثلا خمسة على عشار نحول الى عدد عشار قلنا نكتب الخمسة كما راه العشار فيها صفر واحد معناه نحسب رقم وندير فاصلة كيف درنا فاصلة معناها صفر فاصل خمسة خمسة على عشرة هي صفر فاصل خمسة صفر فاصل خمسة عشار مرات تعطينا خمسة صفر فاصل خمسة عشار مرات تعطينا خمسة طيب خمسة على مئة قلنا مئة فيها صفرين نكتب الخمسة كما راه مئة فيها صفرين نحسب واحد اثنين ونحط الفاصل معناه نزيد صفر هنا وصفر هنا خمسة على مئة تساوي صفر فاصل صفر طيب خمسة على الف نحول ها إلى عدد عشار قلنا نكتب الخمسة كما راه الف فيها ثلاث اصفر نحسب واحد اثنين ثلاثة ونحط الفاصلة ونزيد الصفر صفر فاصل صفر صفر خمسة طيب ندير مثال اخر عندي خمسة عشر على عشرة نحول ها إلى عدد عشار قلنا نكتب راهي عشرة فيها صفر واحد معناها نحسب رقم وندير الفاصلة واحد فاصل خمسة واحد فاصل خمسة كنضرب ها في عشرة تعطيني خمسة عشر طيب ثلاثة وعشرون على مئة قلنا نكتب الثلاثة وعشرون كما راهي مئة فيها صفرين معناها واحد اثنين ونحط الفاصلة معناها نزيد صفر صفر فاصل ثلاثة وعشرون صفر فاصل ثلاثة وعشرين كنضرب ها في مئة تعطيني ثلاثة وعشرون طيب مئة وسبعون على الف قلنا نكتب المئة وسبعون كما راهي الف فيها ثلاث اصفر معناها نحسب واحد اثنين ثلاثة ونحط الفاصلة وندير الصفر مئة وسبعون على طيب هذه شفناها لما يكون المقام عشر ومئة والف الآن راح نحول كسر مقامه ارقام عادية مش عشر ومئة والف هنا عندنا قاعدة القاعدة الأولى هنا قواعد يجب يحفظ من التلميذة القاعدة الأولى قاعدة الأولى عندي كل كسر كل كسر كل كسر مقامه اثنان كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد زوجي وبسطه عدد زوجي هذا الكسر هذا الكسر يساوي عدد طبيعي قاعدة مهمة لازم يحفظ التلميذة كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد زوجي هذا الكسر يساوي عدد طبيعي أمثلة أو كسر مقامه اثنان كندر اثنان على اثنان تساوي واحد اربعة على اثنان اثنان البسط يكون عدد زوجي ستة على اثنان ثلاثة ثمانية على اثنان اربعة عشرة على اثنان خمسة دائما كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد زوجي هذا الكسر يساوي عدد طبيعي ما يخرج الناش بالفاصلة معناه معناه يخرج عدد طبيعي ما يخرج عدد عشاري يخرج عدد طبيعي قائدة مهمة هذه لازم يحفظها التلميذ القائد القائد الثانية كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد فردي وبسطه عدد فردي هذا الكسر يساوي عدد عشري يشاوي عدد عشري والجزء العشري يكون فاصل خمسة دائما فاصل خمسة فاصل خمسة معناه صفر فاصل خمسة معناه هنا الرقم وتجي الفاصلة والخمسة طيب هذا القاعدة مهمة كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد فردي سوفنا البسط عدد زوجي البسط عدد فردي هذا الكسر يساوي عدد عشري نتيجة خرجنا عدد عشري وهذا العدد العشري الجزء العشري التاعه هو خمسة فاصل خمسة لاحظ قلنا البسط عدد فردي نبدأ بالواحد واحد على اثنان تساوي هنا يخرجنا عدد عشري هذا العدد العشري الجزء العشري التاعه فاصل خمسة دائما واحد على اثنان يساوي الصفر فاصل خمسة الروح ثلاثة قلنا البسط عدد فردي ثلاثة على اثنان دائما تخرجنا بالفاصل لا لا لأنه البسط اثنان لأن المقام اثنان والبسط عدد فردي قال لك النتيجة عدد عشري والجزء العشري التاع فاصل خمسة ثلاثة على اثنين هي واحد فاصل خمسة طيب الروح الخمسة على اثنان خمسة عدد فردي والاثنان مقام اثنان معناه هنا يخرج عدد عشري فاصل خمسة خمسة على اثنين ليه ثنين ونص ثنين فاصل خمسة كيف كيف سبعة على اثنين تخرج فاصل خمسة دائما ثلاثة ونص كيف كيف تسعة على اثنين تخرج فاصل خمسة دائما ليه ربعة ونص كل كسر مقام اثنان وبسطه عدد فردي تخرج النتيجة فاصل خمسة دائما كل كسر مقام اثنان وبسطه عدد زوجي يخرج لنا يساوي عدد قبيعي ليس عدد عشاري نزيد قاعدة صغيرة كذلك كل كسر بسطه أصغر من المقام فهذا الكسر أصغر من واحد قاعدة ثالثة كل كسر بسطه أصغر من المقام البسط التاع اللي يكون في الأعلى أصغر من المقام معناه هذا الكسر كامل هو أصغر من واحد معناه صفر فاصل ثلاث قاعد مهمة لازم يركز عليها التلميذ هذا قاعد المهمة انطلاقا منها راح نحلو أنجز هذه طيب قاعدة نخلوهم قدامنا ثلاث قاعد طيب واحدة على اثنين لاحظ قال لك اكتب كل كسر على شكل عدد بالفاصيلة معناه نحاولو إلى عدد بالفاصيلة عندي واحد على اثنين واحد على اثنين لاحظ قاعدة ثلاثة هذون طبقهم دائما واحد على اثنين أولا القاعدة كل كسر بسطه أصغر من المقام الواحد أصغر من المقام هنا معناه هذا الكسر كامل راح يخرج لي صفر فاصل أصغر من الواحد معناه صفر فاصل صفر فاصل طيب الشيء الثاني القاعدة رقم اثنين ولا راحوا لقاعدة رقم اثنين هذه كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد زوجي احنا البسط عدد فردي ما نخدم ناس قاعدة يتخدم ناس قاعدة هذه كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد فردي البسط عدد فردي قال لك هذا الكسر يساوي عدد عشاري الجزء العشاري يخرج فاصل خمسة شو كفصت النتيجة صوت الجزء الصحيح والجزء العشاري من القواعد اللي رم عندي قاعد اللي رم عندي قاعدة اللولى الكسر اذا كان بسطه اصغر من المقام معناه اصغر من الواحد معناه صفر فاصل الرقم اللي يجيب بعد الفاصلة كيف صبناه صفنا بالقاعدة الثانية كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد فردي تخرج الرقم بعد الفاصلة خمسة دائما طيب انا ندرنا واحد على اثنان تساوي صفر فاصل خمسة ثلاثة على اثنان الروح الثلاثة على اثنان طيب ثلاثة على اثنان كم تساوي طيب قاعدة اللولى كل كسر بسطه اصغر من المقام ثلاثة على كبير على اثنين قاعدة ذي ما تخدمناش خلاص الروح القاعدة اللولى كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد زوجي المقام اثنان والبسط عدد فردي ما تخدمناش تخدمنا قاعدة هذه كل كسر مقامه اثنان هنا المقام اثنان وبسطه عدد فردي هنا البسط عدد فردي هذا الكسر يساوي عدد عشاري الجزء بعد الفاصلة خمسة معناها هنا تساوي فاصل خمسة فاصل خمسة آه طيب ثلاثة على اثناني ثلاثة رح نقسمها على اثنين ثلاثة تقسم اثناني اللي هي واحد ونصف واحد ونصف واحد فانصف طيب احنا صبنا واحد على اثناني هي صفر فاصل خمسة ثلاثة على اثناني نضرب صفر فاصل خمسة في ثلاثة صفر فاصل خمسة وصفر فاصل خمسة وصفر فاصل خمسة ثلاث مرات تخرج لي واحد ونصف واحد ونصف ثلاثة على اثنين هي واحد ونصف طيب خمسة على اثناني لاحظ خمسة على اثناني طيب احنا واحد على اثناني ندروا طريقة اخرى هنا الان واحد على اثناني صبنا 0.5 5 على اثناني شا معناه؟ معناه هذا 0.5 نضربها في 5 مرات 0.5 0.5 0.5 5 مرات اللي هي 2.5 2.5 ولا ندروا طريقة اخرى 5 على 2 تساوي قاعدة تقول كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد فردي تخرجنا عدد عشاري الرقم بعد الفاصلة هو 5 يخصنا الرقم الاول الرقم الاول سهل 5 نقسمها على 2 هي 2.5 معناه 2.5 ولا كما قلت اولا واحد على 2 تساوي 0.5 5 على 2 نضرب 0.5 في 5 0.5 في 5 هي 2 اونس اذا صحيح الرقم الثالث واحد على 4 واحد على 4 نحول الى عدد بالفاصلة كل كسر بسطه اصغر من المقام واحد اصغر من ربعة معناه هذا الكسر يساوي هو اصغر من واحد معناه 0.0 الرقم بعد الفاصلة كيفاش نصيبه الرقم بعد الفاصلة واحد نقسمها على ربعة اللي هي الربع الربع طيب واحد على 2 هو النصف النصف خرجنا 0.5 والان الربع واحد على 4 هو الربع معناه نصطع النصف النصطع 0.5 شعال 0.25 النصف خرجنا 0.5 الربع 0.25 اللي هو نصف النصف نصطع 0.5 وصف 0.25 واحد على 4 يساوي 0.25 طيب ثلاثة على 4 كم تساوي ثلاثة على 4 طيب ثلاثة على 4 طيب واحد على 4 صبناها 0.25 ثلاثة على 4 كيف تساوي 0.25 نضربها في ثلاثة 0.25 في ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في خمسة خمسة عشر ثلاثة في اثنان ستة والواحد سبعة ثلاثة في سفر صفر عندي رقمان بعد الفاصلة واحد اثنين ونحط الفاصلة 0.75 هذه الطريقة الأولى طريقة الثانية لاحظ طريقة الثانية ثلاثة على 4 ثلاثة على 4 تساوي القاعدة اللولة كل كسر بسطه أصغر من المقام فهو أصغر من الواحد ما لا يخرج لي صفر فاصل آه صفر فاصل ماذا ثلاثة على 4 هي ثلاثة أرباع ثلاثة على 4 هي ثلاثة أرباع معناه ثلاث مرات واحدة على 4 0.25 0.25 0.25 اللي هي 0.75 كما اصطفت في طريقة الأولى طيب 5 على 4 الآن 5 على 4 آه 5 على 4 5 على 4 تساوي طيب احنا قلنا 1 على 4 هي 0.25 5 على 14 معناه معناه 0.25 في 5 0.25 في 5 5 في 5 25 5 في 2 10 1 12 5 في 0 0 1 1 عندنا رقمان بعد الفاصلة 1 2 هي 1.25 1.25 ولا ندير طريقة أخرى 5 على 4 تساوي 5 على 4 شي هي هي 5 4 5 4 احنا الربع 0.25 معناه 5 4 هي 0.25 في 5 5 4 5 مرات واحدة على 4 وهي 1.25 طيب 5 على 4 خلاص الآن 1 على 5 آه رحب 1 على 5 1 على 5 اللي هو خمس 1 على 5 اللي هو خمس اللي هو خمس 1 على 5 هو خمس 1 على 5 هو خمس صح احنا صبنا سابقا 1 على 4 0.25 هذا الربع طيب الآن رح نحوس نحوس على خمس 1 على 5 1 على 5 طيب عندي القاعدة عندي القاعدة كل بسط كل كسر بسطه أصغر من المقام فهو أصغر من الواحد معناه 0.1 صغيرة على 5 معناه هذا الكسر كامل أصغر من 1 معناه يخرج لي 0.0 صفر فاصل طيب صفر فاصل النصف 1 على 2 خرج لي 0.5 الربع يخرج لي 0.25 الآن الخمس الخمس 1 على 5 ليه هو يخرج لي 0.2 0.2 النصف وعد على 2 0.5 الربع 0.25 الخمس هو 0.2 أصغر من الواحد لأنه البسط أصغر من المقام معناه أصغر من الواحد 0.2 أصغر من الواحد طيب 2 على 5 الآن 2 على 5 تساوي 1 على 5 صوتها 0.2 2 على 5 معناها 0.2 في اثنان 0.2 في اثنان ليه 0.4 طيب لو كان نزيد 3 على 5 ماذا تساوي 1 على 5 0.2 معناها 3 على 5 0.2 في 3 اللي هي 0.6 كيف كيف 4 على 5 4 على 5 احنا قلنا 1 على 5 0.2 4 على 5 0.2 نضربها في 4 اللي هي 0.8 وهكذا طيب الروح الاثناني اكتب كل عدد على شكل كسر الآن عندي العكس طولي رقم عدد عشاري نحول الى كسر ما ننساش القواعد اللي رام عندي ثلث قواعد نخدم بيهم عندي 4.5 لاحظ 4.5 راح نحول الى كسر اه اه ضيب تخدم لقاعدة اثنين بزاف كل كسر مقامه اثنان وبسطه عدد فردي هذا الكسر يخرج لعدد عشاري الجزء تاع الفاصلة تاع فاصل خمسة وهذا راح فاصل خمسة معناه يخرج لكسر مقامه اثنان شدت القاعدة كيف اشتعونك بزاف طيب شوى العدد اللي نقصب على ثنين يطي لي ربعة ونص ثمانية على ثنين ربعة عشرة على ثنين خمسة معناها ما بيناتهم تسعة على ثنين هاني سلط الكسر اللي هو تسعة على اثنان خرش تغيم القواعد اللي درناه طيب نشوف العدد الثاني صفر فاصل خمسة صفر فاصل خمسة لا صفر فاصل خمسة راح نحولها الى عدد او الى كسر طيب اول خطوة عندي صفر فاصل خمسة هذا صفر فاصل خمسة رايح اصغر من الواحد شوى معناه معناه الكسر اللي حنت حصل عليه يكون البسط أصغر من المقام يكون البسطة أصغر من المقام البسط أصغر من المقام معناه 0.5 اللي هو نصف 0.5 هو نص معناه 1 على 2 1 على 2 ولا 0.5 كدرناها في المقام اللي يكون مقامه عشر أو مئة أو ألف قلنا نحي الفاصلة نكتب الرقم 1 في المقام عندي رقم 1 بعد الفاصلة معناه 5 على 10 لحظ 5 على 10 هي 0.5 وهي 1 على 2 طيب نروح للعدد الثاني 3.5 لاحظ 3 على 5 نحولها إلى نحولها إلى كسر نحولها إلى كسر طيب 3.5 قاعدة 2 كل كسر مقامه 2 وبسطه عدد فردي يخرج لعدد عشر الرقم بعد الفاصلة 5 الرقم بعد الفاصلة على 5 معناه هذا يخدر لي كسر مقامه اثنان صح شوى العدد اللي نقسمه على 2 ويكون فردي يأطني 3.5 و 7 7 على 2 3.5 طيب 0.2 هنا لازم نركز 0.2 طيب قبل ما نروح للصف 3.5 تساوي 7 على 2 وتساوي أيضا نديروها نديروه كسر مقام التاعو عشرة أو مئة أو ألف هنا عندي رقم واحد بعد الفاصلة معناه مقام عشرة ونكتبها 35 بلا فاصلة 35 على 10 هي 3.5 وهي 7 على 2 طيب 0.2 نحولها إلى كسر طيب احنا قلنا كل كسر بسطه أصغر من المقام هو كسر أصغر من الواحد معناه 0 فاصل معناه هذا الكسر اللي راح نصيبه يخرج للبسط أصغر من المقام يخرج للبسط أصغر من المقام 0.2 شفناها في الخمس شفناها سابقا في الخمس 1 على 5 قلنا هو 0.2 معناه 1 على 5 0.2 هو خمس ويساوي أيضا 0.2 عندي رقم 1 بعد الفاصلة معناه ما قام 10 ونكتب الاثناني اثناني على 10 تساوي 0.2 وتساوي 1 على 5 طيب 1.25 1.25 نحولها إلى كسر أول حاجة 1.25 فشفناها شفناها الله أعلم في الربع لا لا شفناها 0.25 آي والله الربع 0.25 ونحن عندنا نحن عندنا عدنا 1.25 معناه 1.25 1.25 معناه 0.25 تارربع هي 5 على 4 5 على 4 5 على 4 وأيضاً وأيضاً تساوي ندير ما قام رقمان بعد الفاصلة معناه 100 ونكتب العدد كامل بدون فاصلة 1.25 1.25 تساوي 100 و25 على 100 وتساوي 5 على 4 أيضاً 5 على 4 قلنا 5 على 4 ونحن قلنا 1 على 4 يساوي 0.25 معناه 0.25 في 5 تعطينا 1.25 معناه 0.25 نضربها في 5 تعطي لي 1.25 صح 5 على 4 5 على 4 قلنا 0.25 نضربها في 5 كي نضربها في 5 تعطي لي 1.25 طيب 0.4 لاحظ 0.4 نحولها إلى كسر طيب نقلنا 0.2 هي 1 على 5 0.4 هي 2 على 5 نضرب 0.2 نضرب 0.2 في 2 معناه 2 على 5 و0.4 هي 4 على 10 أيضاً بارك الله فيكم نروحوا المرحلة المرحلة الثالثة مرحلة الثالثة مرحلة الثالثة تحويل تحويل المدد إلى كسر أو عدد بالفاصلة طيب 1 ساعة أشعل فيها 100 دقيقة 1 ساعة 60 دقيقة 1 ساعة فيها 60 دقيقة 1 ساعة 30 دقيقة لاحظ 1 ساعة 60 دقيقة هي 1 ساعة ونصف ساعة اللي هي 30 30 نصف 60 معناه 1 ساعة و1 على 2 ساعة وتساوي كلها 1.5 ساعة 1.5 ساعة هي ساعة ونصف ساعة طيب أعطى لك هنا 1 ساعة أو 15 دقيقة 1 ساعة أو 15 دقيقة هي 15 دقيقة هي تمثل تمثل 1 على 4 1 على 4 معناه 1 ساعة زائد 1 على 4 ساعة وهي كلش 1.25 ساعة 1.25 ساعة طيب الثانية 1 ساعة و45 دقيقة 45 دقيقة تقريبا 45 دقيقة هي 3 على 4 1 على 4 هي 15 15 و15 و15 معناه 3 على 4 معناه 1 ساعة زائد 3 على 4 ساعة طيب 45 دقيقة هي كأن دينا 75 بالمئة معناه 1.75 ساعة 1.75 ساعة بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتو بويليك